الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير الإنسان في هذه الحياة يمر بأطوار مختلفة فأطفال اليوم هم شباب الغد وشباب اليوم هم شيوخ الغد وقد جاء الإسلام بآداب شرعية تناسب تقلب الإنسان في هذه الأطوار ومن أجل هذه الآداب توقير الكبير ورحمة الصغير يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم فكبير السن في الإسلام موقر مكرم ومن مظاهر توقيره وإكرامه إظهار الأدب عند الحديث معه من خفض الصوت واختيار أحسن الكلمات ومناداته بأحب الألقاب إليه طلب مشورته ورأيه والإصغاء إليه وإبداء الاهتمام بما يقول تقديمه في الأمور بما يظهر إجلاله كتقديمه عند الدخول والخروج والطعام والشراب والكلام ونحو ذلك تفقد حاجاته ودفع الأذى عنه خاصة إن كان مريضا ولا سيم الأقارب وذو الأرحام الحرص على زيارته وتأليف قلبه والتقرب إليه بما يتيسر من الهدايا وأما الرحمة بالصغير فقد ضرب صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة فيها فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن بن علي رضي الله عنهما فقال إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم ومن مظاهر الرحمة بالصغير العطف عليه والشفقة به خاصة إذا كان يتيما ملاعبته وملاطفته وإدخال السرور عليه العناية بطعامه وشرابه ولباسه بما يتناسب مع عمره مشاركته في اهتماماته وإن كانت بسيطة وصغيرة دون ضجر أو ضيق أو تاكم تجنيبه كل ما فيه ضرر عليه في دينه أو خلقه أو بدنه تحبيبه في الخير وتحذيره من الشر عدم تحميله فوق طاقته من خلافات أسرية مما يشوش ذهنه ويفقده الإحساس بالأمان والهدوء النفسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوكر كبيرنا